اليوم أديش شفنا تطور إذا بدك المسار المواجهة السلطة من إسقاط النظام في 2011 إلى 2015 لو وصولنا اليوم الكلمة الرئيجية إسقاط المنظومة أديش اليوم قوة السلطة تستفيد من هذا التعبير اليوم أو إذا بدك رسم المواجهة ضمن فقط هذا الإطار طبعا بمحل وقتها كانت الشعارات كلها بدأت سقط النظام أو بدأت سقط الأوليغرشية فجأة صرناها من سقط المنظومة أن تشيل شخص وتحط شخص ويمشي الحال وهذا الشيء طبعا من ألعاب النظام نفسه لدرجة أنه غير البوصلة من النظام كله بتركيبه الطائفية بتركيبه المحاصصة بتركيبه السيطرة على الموارد صارت مش هذه المشكلة المشكلة أنه بس منجيل كم شخص ومنحط كم شخص محلون ونعنا وعملنا لبنان جديد أنا بدي أرجع أقول أنه نحن بلحظة حاسمي كتير كبير كتير كبيرة مثل كل اللحظات بس أنه هذه أساسية لنرجع نشوف كيف نعيش مع بعض ومش أنه بدنا نتخلص من المنظومة لأن المنظومة مثل ما بيقولوا عندها شرعية يعني عندها شرعية موجودة في جزء من هذا المجتمع مش أنه بدي أقصيها إذا رايح أنا على الانتخابات تأقصي ناس أنا ملاحق وصل للمحال إذا رايح على الانتخابات تشوف كيف بدنا نعيش مع هاي الناس بخلافتها يعني أنت ضد شيطانة اللي صارت بـ 17 شرين تذكر خطاب كلهم يعني كلهم وصار فيه خلص شيطانة كان في لحظة مناسبة مناسبة تمام بس هلأ اليوم أنت ضد شيطانة كل هذا النظام عنده عنده شئنة أمقابينا ناس وبتحبه بتحبه لأنه قوام إسرائيل وبتحبه لأنه خدمة وخدم عيلا وبتحبه لأنه محسسة بك رامي وبتحبه تطلع تزلغط له وتقوله بروح بالدم نفديك يا بيك بتحبه ما فيني ألغي له هذا الشيء ما بقفيني لوم الناس كيف تصور شو أعمل لك بالتلاتة واربعين ركزنا على صيغة العيش المشترك أنه إذا كان الإسلام والمسيحي بحبوا بعضهم بيمشي الحال مضبوط ولا شرق ولا غرب ولا شرق ولا غرب ولا معهنين بالتسعين إلى جانب هذه الصيغة قلنا إذا المشروع المقاول هو مشروع عيث العمار ماشي حالهم كمان بيمشي حال بالألفين وخمسة وصلنا للاحظة تعطيل وفرغ اليوم بالألفين وواحد وعشرين أو خمسة وعشرين أنا راح النظم الخارجي كمان هذا الشيء أساسي أكيد أكيد وهلا بصلك لابد وما بقى حدا لازم لابد من مؤتمر تأسيسي المشكلة أنه كل هذا النظام ومن ضمنه حزب الله مستفيد من فكرة أنه المؤتمر التأسيسي هو فقط إذا بنا نعطي مثالة للشيعة ولا لا يعني مختصرين المؤتمر التأسيسي عشو على إذا منعطي الثالث لهول الجماعة ولا لا كأنه جميعا جئين ندخل بس هذا بيرجح نظرية وهي مسؤولية حزب الله بالدرجة الأولى طبعا وهذه مسؤولية حزب الله بالدرجة الأولى أنه يطمن أنه لا مش هذه هي فكرة المؤتمر بس بطبيعة حزب الله بيروح اليوم بس أنت عنده أجيب كثيرة بس في نسبة تتك أنه أنت تطلب من حزب الله بطبيعته بطبيعة تكوينه بدي يروح على هذا المنطين حزب شيعي اليوم من مشروعيته السياسي أنه أقول لك أنا أخذ حصة الشيعة اليوم بالدولة ما هي رأيت وقفة هي وقفة من هنا هي وقفة على هل بده يدل بمشاريع أقليمية هل بده يدر متلاصق بالدفاع عن إيران بشكل غير يقدر اليوم حزب الله يطور إذا بدك بطبيعة تكوينه أنه فيه أجوة كبيرة لازم تنعطها فيه أجوة لازم تنعطها ما بقى فيه حزب الله لكثير ناس دعمته يدير دينته الترشة على كثير قصص تتعلق بالفساد لا يوجد حزب الله يطالب أن نكون ضد الحياد بالأكليم ويكون حيادة باستحاد ناخلية بما يتعلق بإدارة شؤون هذه الدولة ما هو حزب الله مكون أساسي من لبنان وعنده نواب وعنده جماعات وعنده داعمين من الشيعة أو من غير الشيعة بس عطل بيقول لك أنه محكوم بقصة أنه لأنه حزب لا يريد السلم الأهلي طيب عظيم هيدا السلم الأهلي قالوا شروط طيب شو هي لأنه إذا هيك راحين ما أنا راحين على السلم الأهلي راحين على مشاكل وشفناها بمحطة معيني عدة محطات صحيح أخرة طيون وبالتالي هيدا أنه ما أنا بقى جواب لمجتمع بفروط ما أنا بقى جواب لأحتمالات أنه يتفكك هذا المجتمع ويطالبوا ناس بالفيدرالية أو ناس يطالبوا بالاقتتال الداخل أنه هذه الطريقة الوحيدة تنتخلص من حزب الله في أجوبة مفترض من تحمل باب المسؤولية ما يجب أن يعمل حزب الله لا أعرف أنا لا أعرف بسهو بطبيعة التكوين يقدر يروح على مثلا أنه بيقلولها كمان الطرف الآخر أو المقابل لحزب الله كيف يديروا حزب ديني اليوم تليق على دولة مدنية أو دولة يقبل ومتشوف يحطوا بوجب بعض رامز خطاب الدولة المدنية مفرغ من معناه كيف الأخوان المسلمين بمصر كانوا بدون دولة مدنية يعني هذا بما أنه أنا بدي دولة حقوق أنا اليوم بدي أقول حقوق أفراد ومواطني يعني مش حقوق الجماعات وإقتصادية واجتماعية طبعا مع هذا اللي أقول لك بـ 43 ركزنا على حقوق الجماعات حبوا بعضهم المسيحي والإسلام مش الحال اليوم أنا بدي هذا المؤتمر تأسيسي يركز به شزق كتير أساسي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يتعلق بالتعليم بما يتعلق بالصحة بما يضافي إلى ذلك التزام ببنى مؤسساتية من خلالها نقدر نحل الخلفات هل حكم أننا رايحين على هذا المؤتمر التأسيسي أنا صراحة من وجهة نظري أتمنى يصير لكن لا أتمنى يصير بالشروط الموجودة حاليا لأن هذه الشروط الموجودة حاليا التي اعتخدنا يا أما هذا هذا يجب التلت وهذا يجب التلتان لأنه مقاربته حصرا على موضوع الطوايف أنا أتمنى كشخص كمواطن نذهب إلى مؤتمر تأسيسي يتشارك في كل القوى المجتمعية لكن هل ست يعدوا على الطاول أنت اليوم مع صندوق النقد بسعطيك مثلا اليوم يفوضوا بمسألة اقتصادية يقعدين على الطاول هنا أطراف السلطة والحكومة اليوم ستعمل مؤتمر تأسيسي ذات الأطراف هنا سيعدوا على الطاول ليس لهذا يجب أن تجواب هؤلاء الأطراف مسؤولين يشوفوا إذا يريدون مجتمع أو لا لحظة التسعين أصلا هي لحظة أقصائية لأنه نعمل اتفاق دمشق بعد حرب الأخوة بين حزب الله وأمال ركزوا على أن حزب الله هو المقاومة وأقصية كل مشروع رفيق الحريري كمان أقصائي أقصى أي نكاش عام يتعلق بإعادة الأعمار لدرجة أن الشباب سأقوم بمؤتمر بليون ونشروا كتابهم هناك لأنهم لم يكنوا قادرين يحكوا بخطر إعادة الأعمار في لبنان لا يريد أن تبني مشاريع أقصائية إذا عن جد يريدون يوقفوا لحظة ويقولوا كيف يريدون نبني هذه البلد المجدين إذا غير هذا كلهم متواطئ ضد مصالح هذا المجتمع في لحظة يجب أن تكون تشاركية تتحمل مسؤوليتها طبعا أي كيوة تقول أنا ضد الاعتراب تتنظم تترحل أسئلة المزبوطة لا تكون ضحية خطاب وجودي النظام الذي فرض عليها وهي تتبنى بشكل قصد أو كاركسد وحزب الله وطيئة المستقبل وكلهم عندهم أجوبة أساسية يجبوا بدهم يجعلوا هذا المجتمع يعيش مع بعضه أسئلة أساسية سؤال آخر الخارج من بعد انفجار أربع عام كان عم بقدم مبادرات استنزفت كل الحلول دور الخارج هون اليوم قداش بيمكن يشكل لأنه شفنا بتكوين لبنان التي تحكي عن الصيغة كان من جزء الأساسي مكونة والرسم إطار هذه الصيغة كمان الخارج هو اللي رسم وانطلاقا من دور لبنان بالمنطقة اليوم برأيك الخارج شو بده من لبنان وظيفة لبنان وبالتالي هون بيستتبع أي لبنان يريد وأي صيغة بتخدمه اليوم الخارج في حياته ما كان بده مصلحة مجتمع بده وظيفة البلد بده وظيفة هذا البلد بمحل معين خدم وظيفة كان بونك للشرع الأوسط بعدين كان يعني كمان ما ننسى أنه لبنان كان مختبر للنجي اوز للجامعيات والديمقراطة وتمويل وكمان هذا مختبر ما كتير نحكي عنه بس أنه كان مختبر بالنسبة لألون أنه كيف ننشر الديمقراطية بالعالم يعني ما ظل في مجموعة إلا ما نشرت الديمقراطية ووععت الناس على حق الإنسان وعلى بس أنا برجع بقول لك إذا أنت عم تعمل مجتمع محصن للخارج هذا شيء وإذا عم تعمل مجتمع مفتح بواب وكله الخارج سيضل يدخل فيك من فرنسا لإيران للسعودية لمما كان بس هذا ممكن تحول لدولة اليوم هدفه كمان يرجع يعرف دور لبنان يعني أنا بدي ضل عيش على وهم أنه لبنان نعمل في سكي وبحر بنفس النهار بدي ضل عيش على وهم أنه سواء إيه الله بدي ضل عيش على هذا الوهم بدي ضل عيش على وهم أنه لبنان هو مصرف الشرق الأوسط بالوقت اللي دوباي هي هذا المؤتمر التأثيري يرجع يعرف دور لبنان أخيرا في أمل الأمل مفقود أنت تقول الأحباط مفروض وأمل مفقود آخر شي كنت اليوم أنا على السعيد الشخصي محبط واضح محبط لأنه ما نجرب نلاقي هالفجوات التي تجعلك تنوج ولكن الهزيمة من خيار هون قادر وقف قلت كم كم مرة تجي بمبادرة أو مشروع سرنا لا أعرف لكن هلأ لا تكون الأزمة قدر فقط هي نتيجة لكل الأسباب التي تعددها خلال هذه الحلقة وتكون فرصة لمستقبل أفضل